غضب في صفوف النخبة الحاكمة في روسيا إزاء تطورات الأوضاع على الأرض في أوكرانيا لسيما بعد التراجع الميداني الكبير للجيش الروسي في الأسبوع الأخيرة والضرار الرئيس فلاديمير بوتين لإعلان التعبئة العسكرية الجزئية لزج الآلاف من الشباب في أتون الحرب الاستخبارات الأمريكية بحسب ما نشرته صحيفة واشنطن بوست حصلت على معلومات تفيد بأن أحد أعضاء الدائرة المقربة من بوتين أعرب للرئيس مؤخرا عن معارضته لطريقة تعامله مع هذه الحرب وبحسب الصحيفة فإن اعتراض المسؤول الروسي القريب من بوتين يتعلق بما عدته المصادر الأمريكية سوء إدارة المجهود الحربي والأخطاء التي ارتكبها من ينفذون الحملة العسكرية والتي أسفرت عن خسارة القوات الروسية مساحات شاسعة في الشرق الأوكراني الانتقادات المتزايدة لبوتين حسب ما نقلت واشنطن بوست تعكس قلقا متزايدا داخل الدائرة المقربة من بوتين وحديثا يدور من وراء ظهره في الكرملين حيث يعتقد الكثير من قيادات الكرملين أن بوتين عنيد ومهووس بأوكرانيا وعلى الرغم من أن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف يرفض الحديث عن انقسامات داخل دائرة الحكم في روسيا لكنه من جهة أخرى يقر بما سماه نقاشات حول ما وصفها بقرارات حاسمة إلا أن التقارير الغربية تؤكد أن الولاء لبوتين يتراجع وإن كان الحديث عن سقوطه لا يزال بعيدا عن الواقع إلا أن بعض رجال الأعمال الروس القريبين من دوائر السلطة في موسكو يؤكدون أنه إذا لم يوقف الجيش الروسي خسائره في أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة فإن اقتتالا داخليا روسيا قد يندلع وربما تكون تلك هي نقطة الانهيار للرئيس الروسي ترجمة نانسي قنقر